ستة أيام فقط كان عمر قرية باب الشمس قرية من خيام بناها ناشطون فلسطينيون في الضفة الغربية لتثبيت حقهم في أرضها ومنع بناء وحدات استيطانية إسرائيلية عليها لكن قبيل بزوغ فجر اليوم السابع قامت القوات الإسرائيلية بتفكيك خيامها كانت السلطات الإسرائيلية قد أخلت القرية بعد يومين من إقامتها رغم حكم المحكمة الإسرائيلية العليا بمنع ذلك إلى أن يتم البت في الدعاوة الفلسطينية المقدمة حول حقوق ملكيتها عاد إليها مؤسسوها الثلاثاء ليتم إخلاؤهم بعد ساعات فقط وإصابة العديد منهم وإعلان المنطقة عسكرية مغلقة المحكمة العليا ألغت الأربعاء قرارها الأول لأن اعتبارات حفظ النظام تتغلب على حجج الفلسطينيين حول حقوق ملكيتها كما قالت في حيث ياترارها فأزالت بذلك عائق القانون الإسرائيلي أمام تفكيك الخيام السلطات الإسرائيلية من جانبها أقامت عوائق أمام الفلسطينيين في العودة إلى القرية فبنت حولها أسوارا من سواتر وكتل إسمنتية إلا أن من بنوا القرية أعلنوا تصميمهم على العودة إليها بأسلوب يفاجئ الجيش الإسرائيلي وبعدد من الخيام أضعاف ما تم هدمه وتفصل أراضي المنطقة المصنفة شرق واحد بين مستوطنة معالي أدميم ومدينة القدس يريدها الإسرائيليون صلة الوصل بين المستوطنة وبقية إسرائيل ويصر الفلسطينيون على أنها محتلة تشطر الضفة الغربية وتحول دون إقامة دولة فلسطينية متكاملة والمجتمع الدولي يؤازر الفلسطينيين في ذلك